اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية على الهواء مباشرة للعملية الانتخابية لانتخاب برلمان مصر القادم بلا شك مشاهدين الكرام لعل تصويت المصريين في الخارج من اهم مكتسبات طورة يناير والتي اقرها دستور عام 2014 هذا الحق الذي ناله المصريون في الخارج وتترجمه الارقام الى ثمانية اعضاء في البرلمان المقبل عن القوائم الاربعة بواقع مرشح عن كل قائمة من القائمتين التي تضم كل منهما خمسة عشر مرشحاً وبواقع ثلاثة اعضاء عن القائمتين التي تضم كل منهما خمسة واربعين مرشحاً وبهذه الارقام يدخل البرلمان القادم ثمانية اعضاء يمثلون المصريين في الخارج في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة من الدول التي يصوت فيها المصريون اليوم في ثاني ايام العملية الانتخابية في جولة الاعادة للمرحلة الاولى ينتهي التصويت في تمام التاسعة مساء في 139 مقر صفارة وقنصلية حديثنا في هذه الوقفة وفي هذا المشهد الانتخابي المشهد البرلماني سيدور حول اهمية تصويت المصريين في الخارج والى اي مدى يمكن ان يقدم لهم من قضايا وحلول لمشكلاتهم سؤالنا المطروح على حضراتكم منذ بداية تغطيتنا اليوم على صفحة القناة على الفيسبوك يتعلق بما هي الفرص التي تنتظر المستخلون والاحزاب في البرلمان الجديد وبالطبع حضراتكم مدعوون للمشاركة بالاجابة على هذا السؤال وفي نهاية هذه التغطية سيكون معنا محصلة اجابات حضراتكم على هذا السؤال في هذه الوقفة نتحدث مع ضيفنا وضيفكم الكريم الاستاذ سمير راغب الكاتب والمحلل السياسي عن تجربة تصويت المصريين بالخارج ومشاركتهم لاول مرة في اختيار البرلمان الجديد ارحب بحضراتكم السمير سمير هتسمح لينا ان احنا نفتح الحوار مع حضرتك بعد ان نستطلع رأي المواطنين في ماذا ينتظرون من البرلمان القادم ثم نعود لنفتح الحوار مع حضرتك اهلا بيك تابعونا مشاهدنا الفيديو ثالث من البرلمان القادم ان هو يكون معاون للرئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية بيشتغل لوحده في البلد مفيش حد معا ولا حكومة ولا برلمان هذا البرلمان القادم يفيد البلد ويقف مع الشعب كويس ويبقى قوي برلمان قوي يديو حق الناس ذاته اهم النقاط برضو اللي بنطالب بها النواب القضاء على البريقراطية بالذات في الاجراءات بتاعت السخراج الاوراق الادارية على سبيل المثال الترخيص وغيرها وانه هو يبدأ ينزل النائب ينزل دائرته ويقعد مع الناس بتوع دائرته ويشوف ايه مشاكله مع الارض الواقع البرلمان ده سلطة رقابية مفروض يرقب ويشوف الادارة كل حاجة مش كويسة المفروض يعمله يشرع القوانين اللي هي تريح الناس الحاجات اللي هي بتطلبها واللي هي عايزة ترتاح فيها يعني بطالب اللي يكون مصلحة الشعب يكون خدام للشعب احنا عايزين حد يخدم البلد بجد مش عايزين حد انه هو ان احنا ننتخبه وبعد كده يبقى قعد في المكتب بتاعه وسط التكييف وما يعملش حاجة للبلد والله مش طالب انه هو يشرع قوانين لان فيه قوانين اصلا قريدي متشرعه كتير بس هي المشكلة انه احنا مش عارفين ينفذها فانا طالب البرنامان القادم انه هو يلاقي عالية ينفس بها القوانين دا من جديد لحضركم التحية مشاهدين الكرام ورحب بضيفي وضيفكم في هذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة الاستاذ سامير راغب الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك من جديد سامير وقبل ما نفتح موضوعنا الرئيسي اسمح لي اخذ رأي حضرك في المختطفات اللي استمعنا اليها من السادة المواطنين واللي دارت حول فكرة واحدة وواضحة ويعني ربما بوعي كبير تحدثوا عن نائب الخدمات ونائب التشريع والرقابة والحقيقة في وعي ما بين الفكرتين لكن الى اي مدى حرك شايف انه ممكن يكون فيه برضو عند المواطنين والناخبين رغبة في انه النائب يكون عنده قدر على تقديم الخدمات خلينا نتفي الاول ان احنا بنعيش تجربة جديدة بعد ثورة وجمهورية جديدة ولكن كون ان التجربة جديدة ما يعني ما ننفيش ان فيه تراكمات من تجارب سابق نعم فحتلاقي الشباب ربما يكونوا متطرفين اكثر من اللازم فان البرلمان يكون له دور في اختصام السلطة الاديم هتلاقيه دايما بالنموذج المرجع اللي عنده هو نائب الخدمات هو ما شافش غيره الحقيقة فالشعب المظلوم يعني من يرى في ان النائب نائب خدمات هو دا النموذج اللي شافه بصرف النظر هو سليم او مسليم ثقة الشعب في سيادة الرئيس بتانعكس برضو على الامور يعني احد المتدخلين تحدث على انه فيه قوانين يعني مش عايزين تشريع يعني هو اكيد مؤثرة مؤثرة بشكل كبير فكرة ان فيه رئيس وفيه تشريع فخلينا ننظر للجزء المضيء في الموضوع الجزء المضيء في الموضوع اننا الان لدينا نتائج حقيقية يعني في وقت من الوقت كانت بتبقى نتائج الحضور اضعاف ذلك وتمثيل ربما الطيار بيتخطى 90% ولكن نتائج غير لا تعكس الواقع لا في الحضور ولا في اصوات الناخبية فالنتيجة اللي ظهرت في المرحلة الاولى انا براها ميلاد جديد لمرحلة جديدة من الديمقراطية والشفافية مش من الطبيع ان احنا في اول انتخابات بعد سنين في ديمقراطية شبه الشكلية ان احنا نوصل لديمقراطيات زي اوروبا وامريكا فنتفق على انها الناخب معذور لاكثر من سبب ولان برضو الشعب المصري دائما قضية انه بيتحرك تحت ضغط المرادة ما فيش ضغط يعني دائما في الاستحقاقات الدستورية كان بيبقى في ضغوط يعني عايزين دستور جديد عشان دستور يسقط هي التحديات الثورية ربما في اعقابها بيكون ضغط في المشاركة اكبر بكتير يعني ربما حتى الخروج في مظاهرات 30 من يونيو كانت مثال يعني على فكرة ترد الفعل على فكرة ترد الفعل وفي الاستفاف الوطني الحقيقة الاستفاف الوطني لما اتجمعت كل القوات السياسية في 36 مع الشعب كان في نتيجة ابهارة العالم للأسف حتى كتلة 36 انقسمت ما بعد 36 وبدأ البحث عن يعني مصالح ضيقة وين كانت وطنيين يعني دلوقتي احنا ممكن نلاقي اتنين اعلاميين محسوبين على 36 فيه بينهم تراشق وتنافس او اتنين مرشحين كانوا في خندق واحدة 36 ولكن هذا طبيعي اليابان ما بعد الحرب العالمية التانية نشع فيها اكتر من 120 حزب سياسي وصل الاحزاب قليلة بعد ذلك مراحل طبيعية في التطور الديمقراطي بعيدا عن يعني ان نستغرب الموقف او نستهجن الموقف او يعني نسبغ الموضوع اكثر من وضعه او غير وضعه يعني فكرة ان هذا تصويت ليس تصويت على شرعية احد ولابد ان ندرك ان شرعية مصر نضجت ولم تصبح المحك ان كل استحقاق دستوري هلو التعبير ده اساساً؟ يعني انا مؤمن به تماماً يعني فكرة شرعية مصر نشأت نتيجة صورتين عظيمتين اشاد بهم العالم وحتى المختلف لم يشكك في شرعية مصر فما ينفعش لحد يقول التصويت ده بيعكس تراجع الشرعية اولاً فيش عكس تراجع الشرعية في شرعية او لا شرعية يعني الشرعية دي مفيش 30% شرعية في نظام شرعي متفق عليه الشعب والعالم يبقى ملاش علاق الموضوع ولا هي استفتاء على الرئيس هذا استحقاق دستوري مختلف عن استحقاق دستوري الرئيس بل ربما يكون ثقة الشعب الزائدة والالتفاف حالي الرئيس جعل الشعب يعني لا يشعر بالضغط حيال اختيار النواب تلك المرة تمام ده مدخل كويس وربما مقدمة يعني طيبة قبل ما ندخل في صلب موضوعنا وهو المتعلق بفكرة تصويت المصريين في الخارج واللي اقرها الدستور واللي بتعتبر من مكتسبات ومنجزات ثورتين الحقيقة مش ثورت يناير فقط لكن وجهة نظر حضرتك في هذا الامر يعني بشكل عام بدئيا يعني برماته هل في هذا بالفعل اضافة ونبتدي ونثمن او نقيم بقى التجربة مع بعض اولا هم يستحقوا لسبب لو حسبنا بالتعداد الغير رسمي يوصلوا عشر مليون عشر مليون يعني تقريبا اكتر من عشر الشعب المصري وعشر مليون دي تقدر بعدد دول يعني في دول لو جمعنا مجموحها ممكن يبقى أقل من عشر مليون بالاضافة لان هؤلاء سندوا حتى صورت تلاتين ستة من اماكنهم هؤلاء يمثل تحولاتهم جزء كبير من الدخل القوم المصري فبالتالي له حق ان يشارك في التشريع ومن حقنا ان احنا نديهم فرصة حتى لو كان عدد تصويتهم اقل من الطبيعة نظر لظروفهم ظروفهم احنا هنا ممكن نقول احنا عايزين نعمل لجنة مغتربين عشان فيه واحد من بنسويف ومقيم في القاهرة اللي هي 100 كيلو لو كلمنا على الولايات المتحدة ممكن يكون ما بينه وبين اللجنة ابعد من اللي هنا للمغرب للمملكة المغربية فبالتالي ظروفهم قد يعني 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 تقلل فرصتهم في المشاركة لكن علينا ان نبحث في الية جديدة في انه تحنهم الفرصة حتى يشاركوا وربما عندما يشاركوا صوتهم يكون ليه تأثير سواء في انتخابات الرئاسة لما نتكلم في ملايين يعني او انتخابات الرئاسة يعني ما كانش ينفع انه دوة تبقى بديل له مثلا وزارة المصريين في الخارج وده جزء من نشاط وزارة بالمناسبة دوة دي سلطة ودي سلطة الوزارات هي السلطة تنفيذية هو عايز يشارك في السلطة التشريعية تماما فهذا شأنه آخر لكن مش هتتحل بطريقة تقليدية فيه طرق على فكرة دلوقتي فيه حاجة اسمها الإي فوتينج ده بيبقى حاجة كده في البيت زي ما كانت الفيزة ومؤمنة وبقى ليك كارت ناخب وبتصوت من البيت موجودة في دوة يعني بتبقى دخلة على شفكة التليفون وتستخدم حركة تقصد بقى دي تبقى أجهزة مستخدمة من قبل النواب بقى في الخارج تقصد لا تبقى الجهاز ولا للناخبين لا الناخب يتتوفر التكنولوجي دي ويبقى الناخب نفسه الأسرة بتشتري الجهاز أو كل مجموعة مصريين بيشتروا جهاز وبيبقى معها كارت زي الاتين من خلال كارت المماغنط أو الكارت الزاكي بيقدر يشارك يوم يدي صوته احنا ممكن لو توسعنا فيها تبقى حتى عندنا في مصر يعني في كين الأوروبا موجودة ناخد رأي في الفكرة الخاصة بهذا الجهاز للتصويت في الخارج مع معالي السفير خالد شامعة سفرنا بالنفس بالنمسا بنرحب بحضرك معالي السفير أهلا بحضرك دلوقتي احنا بنكلم عن تجربة تصويت المصريين بالخارج وإلى أي مدى يمكن أن تضيف للمصريين بالخارج ومعنا شرفنا في الاستوديو الأستاذ سامير راغب الكاتب والمحلل السياسي وربما تترك الحديث للنقطة المتعلقة بوجود أجهزة تكنولوجية حديثة بتتيح للمواطنين في أي دولة التصويت من خارج دولهم هل عملية التصويت في النمسا بتجري بإجراءات ميسرة أم أنه ممكن يكون فيه احتياج لمثل هذه التكنولوجيا أولا حقيقة من وقع تجربة الانتخابات سواء الانتخابات الرئاسية الماضية أو الانتخابات الفرلمانية الحالية اللي تم إجراء بسالة المرحلة الأولى منها وحاليا في مرحلة الإعادة اللجنة الرئيسة للانتخابات قامت باتخاذ العديد من الاختراعات متافلة أن تتم عملية الاختراع وتصويت في يسر وسهولة شديدة بالنسبة للمواطنين المصريين الممسا أو في الخارج فالحقيقة ما لاحزناش أي شكاوى بشأن عملية التصويت بل بالعكس كانت البجنة الدولية للانتخابات حريصة على دائما عملية تيسير على المواطنين من ضمن أمثلة هذا التيسير كان مسألة لغاء شرط التسبيل المصري اكتفاعا بأنه المواطن بيصوت بالتصاصة الرقم القومي أو الرقم القومي بتاعه اللي هو بالتالي بيسجله أو يعني هو من خلال الرقم القومي مشجل فيه خوائم الناخلين في جمهوري التصنع أو جواز الصفر طبعا لا هناك أو جواز الصفر طبعا هي العبرة في النهاية بالرقم القومي حتى بالنسبة لجواز الصفر لديه الجواز الصفر الجديد اللي فيه رقم قومي إنه هو في النهاية إحنا بتدخل الرقم بتاع المواصل على قاعدة البيانات بتاعة الناخلين نعم فبالتالي اللي مش على قاعدة الناخلين لأي سرد أو لآخر لا يحق لها التصويت لا على مستوى الجمهورية على مستوى عموم الجمهورية نعم فالحقيقة هناك بالفعل لقدر التأكيد بالنسبة لعملية تصويت النصريين في التخبات المرلجة جميل لكن بالنسبة للمصريين في النمسا يعني بينتموا لأي محافظات تمثلهم في المرحلة الأولى والتانية حضرتك شايف العملية بتسير بأي نحو الحقيقة يعني وسؤال حضرتك هذا سؤال وجيه هو بشكل عام طبعا القاهرة اللي اعتبر في المرحلة الثانية ببلغ نسبة تمثيل كبيرة في في عصاة المصريين في الخارج وفي النمسا تحديدا نعم لكن برضو من كنال المرحلة الأولى يمكن المراحظ كان انه محافظة السكندرية لها نصيب كبير محافظة الجيزة و يعني دول يمكن اكتر محافظتين كان لهم نصيب من تصويت المصريين في الخارج تمام لكن طبعا الدوائر الأربع اللي موقوف عملية تصويت فيهم ومن بينهم دائرة الرمل في الإسكندرية ده مسألة طبعا واضحة بالنسبة للناخبين في النمسا طبعا بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأنه ديها تمام المواضيع من ضمن الحياة الدائرة الرئاسة التي تأخذها لجنة للناخبات أنه هذه الدوائر اللي بيصدر بشأنها أحكام خضائية بعض فيها واخصى عملية الاختراع فيها ده بيتم بالسال إلكترونيكي يعني يعني لما بيجي نحن نفسح اللجنة وبننزل الاستمارات الخاصة بعملية التصويت اللجان ديت ما تنزلش من أساس يعني حتى عشان ما يحصلش أي عنصر خطأ أنه تبقى اللجنة مطروحة يجوا ناس يتواطوا بالخطأ في هذه اللجان اللي هي مقفوف فيها التصويت بنائيا على حكم حكم محكمة فده يعني من ضمن برضو الأجراءات أحب أنه أحيي اللجنة اللي أولي الانتخابات بشأنها أنه دايما الإجراءات يعني بكثير بدقة شديدة وأخذف الأعتبار كل التصويت تمام إحنا متبقى عندنا في نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة في الوطن مصر حوالي ثلاث ساعات ونص عند حضركم تقريبا بقى وقت قديم على السفير لغاية نهاية اليوم التاني والأخير إحنا تقريبا فاضل أربع ساعات وتحتكم نظفة معملية الاختراع فيه من جولة الإعادة للمرحلة إن شاء الله إن شاء الله نعرف من حضرتك نتائج جولة الإعادة بإذن الله وبنشكر حضرك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات معالي السفير خالد شامعة سفير مصر بنمسا بنشكره شكر جزيل وبنعود لضفنا الكريم هنا في الاستوديو لأستاذ سمير راغب وأستاذ سمير يعني يمكن زي ما حضرك عارف أنه جزء مما سمح به الدستور الجديد هو إمكانية ترشح مزدوجي الجنسي وهذا الأمر ربما يكون متحقق أكتر مع المصريين بالخارج المترشحين كنواب ألا تجد في ذلك مشكلة ما هل يمكن أن يكون هذا الأمر أو كان من المفترض أن يكون قاصرا على المصريين في الخارج فقط أو أنه كان ممكن يكون له بديل أو حل لا هو كان المفترض يبقى قاصر على المصريين في الخارج لسبب لما أنت شرط التحق بكلها عسكرية أنه يبقى مصري أبوين جدين ما عندوش جنسية تانية ما عندوش أي جنسية تانية ولم يصبق يعني ما حولش كمان يعني ما يكونش حد يتجنس وخد المصرية بالتجنيس فإزاي بقى عدو البرلمانيا وإزاي بقى محافظ يعني يعني دي من حاجات غريبة يعني أنا أعتقد أن الدستور حتى ممكن رئيس الوزرة في الدستور الجديد يعني حاجة رئيس الدولة ما فيش حاجة يعني ممكن يطلع رئيس الوزرة مصرية جنسية هي الفكرة ممكن يتم قبول ذلك ولكن دي محتاجة صقافة جديدة لنا يعني ما ينفعش يبقى عندي ازدواجات في المعيار يعني عبر سجارة الانتخابات بالفعل وزي ما حالك عارف أنه دستوري يعني طرد أنه عندنا تمن نواب يعني من من القوائم الأربعة زي ما حالك عارف لا ده كمان لازم يكون ما له عشر سنين مقيم بالخارج وإقامة تمام شاملة يعني القيود وإحنا بالمناسبة مش عارفين طبعا من اللي هينجح مش عارفين لكن هو بس عايزين يتفع على شيء أن موضوع الكوتة ده مرحلة انتقالية يعني مش هو هيبقى ده النظام الانتخابي الدايم عندنا يعني ده هتبقى مرحلة انتقالية مش دايم لو لم يبقى دايم هيبقى موضوع المصريين بالخارج وأنا أرى يعني ان الطريقة اللي بيصوتوا بها لابد أن تتغير وطبيعة تمثيلهم لابد أن تتغير هو دلوقتي بيصوت بحسب محافظته طب هل هو يعرف فيه ايه في محافظته إزاي حيحكم على النايم يعني واحد مصري بقى له عشرين سنة إزاي حيحكم على النايم المفروض يبقى ترشحهم بدوائر خاصة بيهم يعني عندنا دائرة مثلا شرق أوروبا دائرة الغرب أوروبا دائرتين الخليج العربي حسب التوزيع الجيورافي فيبقى والمصرين في الخارج هم اللي ينتخبوهم بقى ينتخبوا بعض يعني هو المرشح من الخارج يعني هو الناخب المصري في الخارج وهو بينتخب مرشح له من الداخل ومرشح له من الخارج لا أنا أنا بتكلم اللي احنا فيه الفكرة على فكرة يعني دايما انا بميل اه ان احنا نبدأ من اللي احنا فيه عشان نروح للافضل اللي احنا فيه ده دستوري اللي احنا فيه ده عظيم ولكن عشان نفعل شيء مبعد الفترة الانتقالية اللي فيها محاصصة او فيها كوتا واقباط وشباب وزاوح تيجات خاصة ومصرين بالخارج لما تبقى الصورة الكاملة اللي هتبقى من الدورة القادمة لابد ان يتم عادة تقييم التجربة لان انا لما انا حقيم مرشح عايش معايا وبيحللي مشاكل اللي برا بيعلقته بمصر او بيعلقته بالخارجية او علقته بالصفارة لكن واحد عايش في امريكا بينتخب واحد في احد نجوع انا وهو ما بيجيش انا طب هو بيحكم عليه ازاي بالاضافة من واقع ان انا خط انتخابات يعني برلمان قبل كده بتلاقي الارقام مضحكة التلت اصوات من الخارج و13 صوت و15 صوت يعني بتبقى بالنسبة للمرشح مش محتاج يعمل دعاية برا وبيكتفي ان كان لي صفحة التواصل اجتماعي لكن لما يبقى هم مع بعض وتطلع فيه مرشح نجح بـ 25 الف صوت ما هو زي زي اللي نجح عندنا بل اللي نجح عندنا بيبقى نجح كده فيبقى فكرة هو مسؤول انه هو يربط مشاكل المصرين بالخارج بالجهة التشريعية اللي هانا انا عايز اعرف من حلقة اكتر مشاكل المصرين بالخارج واللي ممكن يكون اعضاءنا في الخارج قادرين على الحديث عنها وتمثيل المصريين فيها ومنقشة مشروعات قوانين متعلقة بيها والحقيقة يعني هو البرمان القادم قدامه يعني تحديات كبيرة سواء يعني في اللحظة التاريخية او في نوعية المشروعات اللي واجب على انه هو يراجعها او يقرها انا نتعرف من حضرتك اكتر على يعني رأي حضرتك في المشكلات اللي قدام المصريين في الخارج بعد ما نخرج لفاصل قصير ونعود بعد مشاهدين الكرام لقراءة في اهم ما اوردته الصحف المختلفة العربية والاجنبية حول جولة الاعادة في المرحلة الاولى في مصر في الداخل في 14 محافظة وفي الخارج في الدول التي تتواجد بها 139 بعثة دبلوماسية على مستوى السفارات والقنصليات بعد فاصل قصير نتعرف على اهم ما اوردته هذه الصحف اشتركوا في القناة شكرا زميلي ايمن السيد وشكرا لضيفك الكريم اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة لنتعرف على اهم ما جاء في الصحف المصرية والعالمية حول الانتخابات البرلمانية المصرية هذا هو اليوم الاول لجولة الاعادة للمصريين في الداخل نقرأ البداية من صحيفة واشنطن بوست الامريكية والتي لفتت لبدء جولة الاعادة في معرض تناولها للشأن المصرية وكتبت الكنصليات المصرية بالخارج فتحت ابوابها لاستقبال الناخبين في جولة الاعادة بالمرحلة الاولى للانتخابات والتي ستحسم اختيار اكثر من 200 مقعد بينما ينطلق جولة الاعادة في نفس المرحلة بالداخل في 14 محافظة وتبعت الصحيفة وقالت الشهر المقبل سيشهد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في 13 محافظة لتشكيل البرلمان الجديد والمكون من 596 مقعدا والمنط به بدء الفصل التشريعي مع مطلع ديسمبر المقبل اما من موقع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي بدء التصويت في جولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية وكتب في الموقع ايضا هذه الجولة ستحسم 222 مقعدا بينما تحسم المرحلة الثانية بقية مقعد مجلس النواب المرتقب اما من شبكة CNN الاخبارية الامريكية فكتبت وقالت انتخابات مصر جولة الاعادة بالداخل تنطلق السلساء وتأكدات حكومية بالالتزام التام بين جميع المرشحين في تلك الجولة والجولة الجديدة انتخابات الاعادة تجرى ب14 محافظة باستثناء 40 دوائر قادت محكمة القضاء الاداري ببطلان نتائج المرحلة الاولى واعادة الانتخابات بها ننتقل مع حضراتكم الى موقع حياة الإذاعة والتلفزيون السويسرية سويس انفو فكتبت في عنوين بداية هادئة لجولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية والحكومة تأمل في ان تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسية واكتذاب الاستثمارات الاجنبية والسياح وكتبت ايضا هذه الانتخابات هي اخر مرحلة في خريطة المستقبل والتي تجرى في مصر الموقع الاخباري الامارات 24 كان له مقال حول الانتخابات المصرية وقال ان الانتخابات جولة الاعادة لن تكون كسابقتها بل انها تحمل ملامح جديدة هي اقرب الى صياغة وترجمة مبادئ الثورة المصرية واضاف المقال البرلمان المقبل يجب ان لا يكون الا صوتا لشعب مصر الداعم للدولة الوطنية المعبر عن طبيعة المرحلة المترجم الاول لامال الجماهير المصرية وطموحاتهم والساعي دوما لمحاسبة الفاسدين وردع المتجاوزين واعلاء دولة القانون ايضا في المقال وصل المقال وقال المجلس المقبل لن يكون اداة في يدي احد بل داعم لكل ما هو معبر عن اهداف الثورة المصرية وهي الاهداف والمبادئ التي ضمنتها مبادئ الدستور الجديد وعبر عنها في العديد من مواده يعني مشاهدين الكرام هذه هي جولة صحفية لما جاء في الصحف المصرية والعالمية والعربية حول اليوم الاول للانتخابات المصرية وهي جولة الاعادة والتي تهتم بها العديد من المواقع العالمية والمواقع العربية الان ننتقل الى زميل ايمن السيد وضيفها الكريم لاستقبل مواصلة هذا النقاش حول اليوم الاول لجولة الاعادة من انتخابات البرلمانية المصرية اليك ايمن شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الحكم سنعود اليه لمعرفة توقعات حضراتكم وتعليقاتكم على السؤال المطروح منذ بداية هذا اليوم على صفحة القناة على الفيسبوك حول ما هي الفرص امام المستقلين في البرلمان القادم بنعود لحدثنا عن تجربة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية هذه المرة وفي جولة الاعادة للمرحلة الاولى التي جرت جولتها الاولى قبل اسبوع مع ضيفنا الكريم الاستاذ سمير راغب وبنرحب بحضرك من جديد استاذ سمير وكنا متوقفين عند النقطة المتعلقة برأي حضرك ما هي مشكلات المصريين في الخارج حتى يعني يتسنى الحديث عن كيفية طرح ومناقشة وعلاج هذه المشكلات من خلال تشريعات ممثلة من نواب في البرلمان يعبروا عن المصريين في الخارج هو قبل ما نقول مشاكلها ومنقول مطالبنا منهم دايما احنا بنبص على مشاكل المصريين لكن هي يعني هي مصر ملك الجميع اللي بره اللي جوه احنا زي ما قلت في بداية اللقاء ان احنا جزء كبير من دخل المصر هو من التحويلات المصريين انخفاض تحويلات المصريين سبب من اسباب ارتفاع الدولار قدام جديد يبقى احنا لابد ان احنا بقى فيه اتصال عن طريق ممثلينهم عشان يعملوا معهم لقات ويبقى فيه آلية ان هو ايه اللي بيعطل تحويل المصريين فلوسه لان فيه عرقية لحضرتك يعني انا اقول لحضرتك حاجة حصلت النهاردة رحت افتح حساب بالدولار قالولي لازم تكون بتقبط بالدولار انا دخلي اكتر من كده افترضنا في حدي دخله برا اكتر من كده وعايز يحاول ولاده يحاول ولاده يصرفه ويتفسحه يقول لك اكتر من كده دولار ده يخش تحت غسيل الاموال طب انت عندك مشكلة دولار واحد انت ممكن تطلب منه مؤيدات يعني يبعت للصفارة ان هو بيعط كذا بره فالكلام ده اللي بقوله اه في في تجربة بقول لحضرتك حصلت النهاردة وفي البنك الاهل المصر ودخلت لمدير الفرق او مديرة الفرق قلت لها هزي بقول لحضرتك كام وقت ما تعرفش انا مين قلت لها حضرتك انا هفتح حساب قالت لي مصر انت ما ازاي تفتح حساب دولار طب انت كم تفتح دولار قلت لها انا عندي شركة فيها حساب دولار انا عايز افتح حساب شخص والله هي مسائل فعلا محتاجة التشعاد جديدة وخاصة ان احنا عندنا عندنا يعني ضرورة في توفير احتياطي نقدي اه اجنبي حسياتك متخيل كام ولكن انا يعني هستأذنك يا استاذ ساميل لانه احنا معنا اه يعني اه متابعة من الاسكندرية مع زميلتنا امل صبري عايز ارجع مع حضرتك للنقطة ديات لانه اه اخشى انه يدور كل الحديث عن مشكلات المصريين في الخارج في المسائل المتعلقة بالماليات والاستثمار والتحولات ومشابه على اي حال هنرجع لحضرتك وهارف رأي حركة في الموضوع دو اتنذهب لمرسلتنا في الاسكندرية الزميلة امل صبري معنا على الهواء مباشرة بعد التحية امل ارجو ان تطلعين عن على حالة التصويت في الاسكندرية اه اليوم بالطبع بعد ما شهدته بفترة الماضية التحية لكم ولكل مشاهدي ومتابعي اني للاخبار اه في اطار متابعتنا المتواصلة منذ الصباح الباكر ليصير العملية الانتخابية في اه جولة الاعادة اه في مرحلة اه في مرحلة اه في الجولة اثانية للمرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية والتي تجرب في اربعة عشر محافظة اه تحديدا من محافظة الاسكندرية بدأت اللجان وفتحت ابوابها امام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا لم تشهد اللجان اي التأخر اه خلال اه فتح هذه الابواب امام الناخبين اه كما ذكرنا فيما سبق الكتلة التصويتية اه في محافظة الاسكندرية اه تتعدى الثلاثة مليون وستمائة الف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت اه نحن الان من داخل مدرسة اه الانفوشي اثانوية بنين اه هي لجنة عامة تتكون من ثلاثة لجانة فرعية رقم اتنين وسبعين وتلاتة وسبعين واربعة وسبعين معنا اه السيد المستشار احمد الجهري رئيس اللجنة الفرعية رقم اتنين وسبعين دائرة العطارين بنرحب بحضرتك سيادة المستشار اهلا بيكم اهلا بيكم يعني اه نود ان تطلعنا على سير العملية الانتخابية اه في جولة الاعادة للمرحلة الاولى اه العملية الانتخابية اه بدأت في الجولة الاولى وانتهت بسلام اه الاعادة بين اتنين مرشحين لان دائرة الجمرك والعطارين والمنشية اللي هي الدائرة اللي احنا فيها دي اه اه كان بيتنافس على الانتخاب الانتخاب عدد ثلاثة وثلاثين مرشح افضت النتيجة في الجولة الاولى عن الاعادة بين اثنين من هؤلاء المرشحين وآه يوجد مقعد واحد بمعنى ان الناخب مطلوب منه ان يختار بين احد المرشحين الانتخاب اه اه مقعد واحد في دائرة العطارين والجمرك المنشية والعملية الانتخابية زي ما حضراتكم شايفين بتتم فيه اجواء ايجابية جدا جدا الجو النهاردة في الاسكندرية جو ممتع ورائع والحقيقة كان فيه تخوف غير عادي من جانب المواطنين اه اه وتخوف كبير جدا جدا من ان الارصاد الجوية لان ارصاد الجوية اتكلمت مبارح وقالت ان هيبه في احتمال لسقوط امطار وهيبه في السيول في الاسكندرية والوضع الحمد لله النهاردة يعني اه مفيش مطر والجو خريف ممتاز اوي والاجواء كلها مهيئة لحضور بس الناخبين لتدلقى بقى صدقى في هذا الصدد ان هناك تصريح لسيادة المستشار عبدالله الخولي رئيس لجنة الانتخابات في محافظة الاسكندرية ورئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية بانه في حالة حدوث اية امطار يتم نقل اللجان من اذا كان هناك لجان في الدور الارضي الى المناطق الاعلى اه هو احنا طبعا كنا مهيئين لكل التعاون مع كل الاجواء المحتملة الحقيقة وتم تسخير الاوضاع للخروج بالعملات الانتخابية على احسن وضع ممكن والحمد لله رب العالمين احنا منذ الصباح وفيما قبل التاسعة حضرنا الى اللجان يعني انا حاضر هنا حوالي الساعة تسعة حافور الساعة تمانية لاربع ومتواجد في اللجنة انا وزميلي برضو عشان تحسبا للي ممكن يحصل من ناحية الاجواء وهيئنا اللجان لاداء العملات الانتخابية بالشكل اللائق والحمد لله رب العالمين كل الاجواء بتقول ان العملات الانتخابية تسير حسن وكل ما هنالك انه درجة الاقبال مكادش بالواضع اللي احنا كنا متوقعون الحقيقة يمكن تقريبا فيه تخوف من جانب الناخبين ان يحصل سيول زي ما حصل اول مبارح لكن ما حصلش الكلام ده والجو ممتع والجو راعة والاجواء زي ما اقولت مهيئة لحضور الناخبين لكن نسبة المشاركة الحقيقة في جولة الاعادة يعني ما هيش مرضية بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه بالفعل يعني من خلال متابعتنا لاحظنا في بعض الاحيان بيكون في بعض الاقبال لكن اللي تصدر المشهد هم كبار السن ايوة بالضبط هو فيما قبل صلاة الظهر كان لدرجة الاقبال الى حد كبير كانت ضعيفة ولكن فيما بعد الفترة من صلاة الظهر صلاة العصر الى حد ما كان فيه تحرك ناحية لجان الانتخاب والجو ماشاء الله انا شايف انه جو مهيئ وبدرجة كبيرة جدا 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 الحضور الناخبين لكن العزوف بهذه الدرجة يعني ليس شايا نيجابيا وانا اتمنى ويمكن احنا بنتوقع لان على اساس ان العملية الانتخابية بتجرع على يومين ففيه في الغد استكمال استكمال لليوم الاول واحتمال كبير يبقى فيه فرصة كبيرة جدا للناس بعد ما اطمأنت الى سلامة الاجواء وانه مفيش امطار وان قد ايه مدينة الاسكندرية مدينة جميلة واحنا كنا متوقعين واحنا جيين من المحافظات اللي احنا بننتمي اليها كنا متوقعين ان الاسكندرية هتكون غرقانة لكن اللي احنا شوفناها في اسكندرية الحقيقة يعني بوزل على حسب ما اسمعنا بوزل مجهود كبير جدا 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 من المحافظة الاسكندرية ومن القائمين على الامر علشان التخلص من الرواكد المياه الموجودة في الشوارع واني بطمن جمهور الناخبين ان المسألة يعني مرشحة لان اليوم التاني يكون افضل من اليوم الاولاني ونتمنى ان شاء الله انها تخرج بسلام زي ما احنا عايشينها في اللحظات ديك وان شاء الله هتبقى اه اه العملية التخابية باكر انا اتصور انها تكون بشكل افضل بكتير جدا من احنا شوفناها نهارا ان شاء الله اه كما تبعنا مشاهدينا يمكن دي كانت اه نبدة عن اه سير العملية الانتخابية في اه هذه اه اللجنة التي نتواجد فيها الان و اه وصلت الان لمقر اللجنة اه الدكتورة سعاد الخولي اه القائمة باعمال محافظ الاسكندرية اهلا بيك ساد مستشار اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اه يعني بيشرفنا تواجد حضرتك النهاردة في هذه اللجنة اه خلال تفقدك اللجان المختلفة في المحافظة اه تعطينا نبدة عن اه سير العملية الانتخابية خاصة بعد الجهود المبدولة اه لاحتواء الكارثة التي شاهدناها اول امس هو طبعا احنا كنا حريصين على ان يبدأ اليوم النهاردة بازن الله اه في سلامة ويوصل وتيسير اه اه وصول الناخبين لمقر اللجان الانتخابية وده اشتغلنا عليه طوال اربعة وعشرين ساعة الماضية اه بدفع كل الامكانيات المحافظة لاخلاء المدارس اه المناطق المحيطة بها اه من الداخل والخارج اه من المياه المتراكمة نتيجة سوق الاحوالي الجوية اللي مرت بها المحافظة اه الحالة زي ما حضرتك شايفة يمكن مرتش في اكتر من مدرسة مفيش شكوى من تراكم مياه مفيش اي اه اه مية بتعوق وصول الناخب اه لمقر اللجنة الانتخابية اللي المسجل فيها اه شايفة حضرتك الساد مستشار اه رئيس اللجنة موجود المندوبين موجودين ممثلين المحافظة موجودين اه يعني الحمد لله العملية ماشية بشكل طبيعي جدا زي المرحلة الاولى قبل الاعادة اه اعتقد هو بس الملحوظة اللي انا شايفها وهي اللي شفتها المرة اللي قبل الاعادة برضو ضعف الاقبال واعتقد انه نفس النسبة تقريبا اللي وصلنا لها النهاردة يمكن عشرة في المية اما دخلت كل اللجان لقيت النسبة تقريبا تتراوح بين 8-9 عشرة في المية اه واحنا وصلنا لكده المرة اللي فاتت فده مفيش اي يعني هنقول ده سبب لسوق الاحوال الجوية لا ده هي نفس النسبة ويمكن بكرة نوصل للنسبة اللي قفلنا بيها المرة اللي فاتت اللي هي 25-26 في المية عبدالكتورة سعادي يمكن هناك جهود كبيرة بضلت لاحتواء اه او للوقوف على اه معالجة اطار اه ما حدث من ازمة شهدتها محافظة الاسكندرية يعني ومن المتوقع ان يتقرر هذا اه او هذه الامطار مرة اخرى خلال الفترة الحالية اه يعني استعداتكم في المحافظة الحقيقة احنا مستعدين اه بشكل اه يعني يتناسب مع الامكانيات المتاحة في المحافظة اه احنا خلينا واضحين ان فيه بنية تحتية محتاجة تنمية فيه شبكة صرف الصحي محتاجة اه اه احلال وتجديد كامل على مستوى مسطح المحافظة كله اه احنا محتاجين مبالغ مالية ودعم الدولة ماليا اه لمحافظة الاسكندرية عشان طبيعتها طبيعة الشبكة القديمة المتهالكة اه طبيعة الزيادة السكنية طبيعة استقبال المحافظة لاعداد كبيرة من المستطفين على مدار العام على فكرة صف وشتة اه ولذلك احنا بنقول ان اللي احنا هنعمله دلوقتي عشان نواجه نوات الموسم ده اه دي بامكانيات ضعيفة جدا وحلول عاجلة يعني تتروح المدة اللي هننفس فيها الحلول العاجلة دي من اسبوع لعشر تيام اه في اه مقترح تاني ان احنا نعمل برضو اضافة بحل متوسط يعني يتم خلال ثلاث شهور ده غير بقى الحل الطويل الاجل وهو تغيير شامل وانا باكد على ده ان مشكلة الصرف الصحي ومشكلة تراكم مياه الامطار لن تحل في اسكندرية الا باحلال وتجديد الشبكة بالكامل وتنمية البنية التحتية لمحافظة الاسكندرية احنا بنشكر حضرتك شكرا اشكرك اشكرك اه كما طابعنا اه ايمن اه يمكن ده كان ملخص او جزء من اليوم الاول اه اه جولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية نعم بشكرك شكر جزيل على هذه المتابعة مرسلتنا في الاسكندرية امل صبري وسريعا نذهب الى الفيوم ومرسلنا احمد بكير احمد ارجو ان تطلعني على اخر ملامح سير العملية الانتخابية تحيتي لك ايمن والمشاهدي كما تانيل الكرام بالفعل ربما يزل المشهد على هدوءه منذ الصباح الباكر منذ فتح باب اللجان لو افترضنا ان العملية الانتخابية تنقسم الى ثلاثة مراحل اجراءات تنفيذية ومرشحون وناخبون نجد ان الاجراءات التنفيذية لا تزال على حالها منذ الاسبوع الماضي استعدادات على مستوى كبير في المحافظة وايضا استعدادات امنية محافظة الفيوم من المحافظة الهادئة لم تشهد اي مشاكل ربما تسير عملية الانتخاب ثانيا المرشحون انحصرت المنافسة هنا في محافظة الفيوم بين ثلاثين مرشحا عشرون للمستقلين وعشرة دي الاحزاب الجميع يتنافس هنا على خمسة عشر مقعدا ربما الاحزاب تتنافس على خمسة مقعد من ضمن هؤلاء الخمسة عشر مقعدا اما الناخبون فربما حالة الحالة التي وحالة الانتخاب نطلع عليها من المستشار خالد عطي رئيس اللجنة 108 رئيس اللجنة الفرعية 108 بدائرة مدينة الفيوم ليطلعنا على اخر تطورات المشهد الانتخابي هنا في محافظة الفيوم سريعا سيادة المستشار اهلا بحضرتك على شاشة قناة النيل لو حضرتك حدستنا عن نسب المشاركة هنا في دائرة مدينة الفيوم الى هذه اللحظات على الوجه الدقة اقول لك على اللجنة الفرعية اللي انا فيها لكن على الوجه العموم بالنسبة لدائرة بندر الفيوم كلها لا ما عنديش علم اللجنة اللي انا فيها ونوار فيه من صور منها دي نسبة الاقبال في مرحلة الاعادة ضعيف جدا بالمقارنة للجولة الاولى نسبة النصب ضعيفة في المشاركة لو افترضنا يا فندم بالاعقام ممكن تكون نسبة المشاركة وسط القرائد كم في المية لحب لهذه اللحظات لا تتعدى 10% لا تتعدى العشرة طب بالنسبة لسر الهجرات الانتخابية فندم بسفة عمل السر العملية الانتخابية الحمد لله داخل اللجنة بتصير بصورة طبيعية وفق المقرر لها قانوما الحمد لله شكرا جزيلا سيادة المستشار ربما ايمن اود ان اشير سريعا الى ان نسبة التصويت وكتل التصويت تختلف بطبيعة الحال من مركز ومدينة الفيوم الى القرى التي تتحكم فيها العائلات ويتحكم فيها المرشحون بشكل كبير ربما نحن نتحدث هنا عن دائرة مدينة الفيوم سجلت في المرحلة الاولى في اليومين الاولين 23% ربما هناك مراكز وكرة تسجل نسبة مشاركة اكثر هناك مراكز وصلت نسبة المشاركة فيها الى 33% اشكرك شكرا جزيلا مراسلنا في الفيوم احمد بكيرو بعود لضيفي الكريم للتعليق الختامي والختام وازان ليكون في اقل من 30 سنية عوزنا نضيق الوقت الوقت زي ما حركتها بعت دهمنا باختصار هل يمكن ان تدور كل التشريعات التي ينادي بها المصريون في الخارج سواء ناخبين او نواب حول المساء المتعلقة بتشريعات التحويلات لا ما هو لا التحويلات ما هو عايز يستثمر في بلده برضو هو فلوس نعم علاقته بالصفارة برضو من المشاكل المهمة جدا لكن انا موضوع التحويلات ده زل في عجالة البديل بيبقى بديل غير شرعي لصالح جامعة الاخوان ان فيه ناس موجودين برا بياخد منه الفلوس ويقوله اهلك عايز تلموها مصري بالتليفون فبتمر بمصار مش مصار مصرفي يعني فيه موجودة وفي الخليج والناس كلها عارفة الكلام ده ان بياخد منه الفلوس يعني حركة السؤول انه مصلحة يعني قومية انه يكون فيه مصار شرعي مصار شرعي ونسمع الناس دي ايه مشاكلها تمام والقطاع المصرفي يعني يتصرف بواقع المشكلة اللي احنا فيها ببقاش رئيس الدولة ساعتها هيزيد لحتيات النهض الاجنبي ويتنتهي كتير من مشكلات السؤال وعلى مستقبل الوطن ده في العملة الصعبة اللي بتيجي جزء كبير منها من تحوالات اخبارنا بشكرك شكر جزيل شرفتنا وستاذ سامير راغب الكاتب والمحلل السياسي وعذر ان ديق الوقت زي ما حركة متابع معنا التغطية بتفرد نفسها بشكرك شكر جزيل والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة بعد فاصل قصير تتواصل مع حضراتكم خدماتنا الاخبارية ارجو ان تبقوا معنا الى اللقاء اشتركوا في القناة